السلام عليكم يا رب تكونوا بخير جميعا وحشتوني جدا جدا هنعمل النهاردة مع بعض 5 لتر من الصبون الوهمي اللي حضراتكم شايفينه ده هتقداريت قومي تعمليه في البيت بكل بساطة وسهولة لان المكونات بتاعته سهلة وبسيطة متوفرة مش هنحتاج خمات من برة خالص قبل ما ابدأ الفيديو بما اننا متعودين على المصدقية الصبون ده ما ينفعش تجاري يعني ما ينفعش حضراتك تعمليه واتباعيه لكن بالنسبة لك انت في البيت هيكون موفر جدا رغبته حلوة حلوة قوي لغسيل الملابس علشان البقع ولكن برضو من باب المصدقية هنقول على عيوبه وهنقول على مميزاته لا قول مرة بتشوفوني انا اميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي طيب اول حاجة محتاجة من حضركم 100 جرام تقريبا من المياه مياه عادية جدا من الحلفية طيب الميت جرام دول يعني قد ايه تقريبا يعني ممكن نقول اربع معيلة معايا معلقتين كبار من السودا الكوية هيدروكسيد السوديوم كوستيك دي بوشار حجور تسليك ميجاري يعني زي ما بتسموه المعلقة اللي حستخدمها متكونش الامونيوم علشان بتتأثر بالسودا الكوية وبالطوص يعني اما تكون معلقة خشب او سيليكون مخصصة بس لعمل الصابون اما بقى تكون معلقة بلاستك وبعد كده حضرتك ترميها لازم تكوني لابسة جلافز في ايديكي لازم تكوني في مكان جيد التهوية عشان فيه ابخرة بتقلع زي ما حضرتك شايفة غلط جدا انك تستنشقيها طيب احنا لازم نركن السودا الكوية تبرد تبرد معنا تماما مش قصدي بقى تبات لان احنا مش هنعمل صابون صلب وعازين نحصل على نعمة وجودة لا قصدي تبرد يعني درجة حرارتها دي هده شوية لان هي بتكون سخنة الزيت اللي حضرتكم شايفين وده زيت مستعمل ولكن استخدام نجيف انا دايما لما بقى لي البطاطس او البتنجان مر او مرتين اه مرتين بصراحة بشيل الزيت عشان اعمل منه صابون بشرة او استخدمه في الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة لانه ما بتكونش محتاجة زيت مستخدم استخدام كتير انا اخدت كوباية زي ما حضراتكم شايفين ونزلت بيها في بولة او في علبة او اين كان نحشتغل فيه وبعد كده اخدت السودة الكوية بعد ما هديت معايا تماما بدأت ان انا اقلبها طبعا كتير من حضراتكم فاكر ان انا هعمل صابون التخمير لأدمر صابون التخمير خالص حابة اقلب كويس جدا جدا لحد ما بص القوام بتاع الصابون بدأ يتقل معي طبعا الوصفة دي تنفع بزيت جديد بزيت مستعمل ولكن استعمال يعني نضيف زي ما حضراتكم شايفين مش حابة ان انا استخدم زيت يكون قالينا بقى فيه دهون حيوانية زي مثلا البنية والكبدة والحاجات دي كلها اولا بتغير جدا من رحة الزيت وتاني حاجة لو انا حستعمل غسيل الملابس ريح هتبقى باينة قوي قوي في الهدوم طيب ده كحول طبي تركيز سبعين وقبل ما تتخدوا وتقولوا خلاص مش هنكمل الفيديو عشان مش هنعرف نوفره الكحول ده يا جماعة اللتر ده بستين جنيه اللتر كامل سعره ستين جنيه بجيبه من عند محلات المستلزمات الطبية اعتقد بعد موضوع الكورونا ربنا ما يعدهاش تاني ابدا كلنا متوفر عندنا في البيت لو عند الكحول صناعي برضو ينفع لي لان ده صبون غسيل موعين وملابس مش صبون للبشرة طبعا لو صبون للبشرة لازم كحول طبي انا بقى بيحبش الكحول الصناعي بصراحة احيانا بيكون مخشوش فعشان كده برايح نفسي وبوفر عن نفسي وبستخدم كحول طبي على طول ده تركيز سبعين حتى بضال يتقلبي ولو لقيتي الصبون مش عايز يدخل معاكي بعد مرور عشر داية من التقليب فمن حالة التصبون يبقى حتى تزاودي مع علاقة تالتة من السودا الكوي ويبقى احنا كده كمينية السودا الكوي اللي احنا مستخدمينها آآ تلات معالق كبار في حوالي خمس معالق من المية آآ الوصفة دي هي وصفة صبون الكحول من اجمل وصفات الصبون اللي انا بحبها جدا جدا بتنظف الهدوم حلو بتنظف الموعين وبتلمع الألمونيوم حلو قوي بتلمع الإزاز حلو قوي قوي ولكن انا قلت لحضراتكم في بداية الفيديو ما تنفعش تجاري لان رحت الزيت ورحت الكحول اللي بتكون بينا فيه علشان كده ما نفعش ان احنا نبيعه يا جماعة من الآخر الحاجة الوحيدة اللي ينفع ان هي تتباع هو الصبون التجاري اللي بنعمله بالسودا الكوي والسيلفونيك والتيكسابون بقى الكلام ده كله حفظ لقلب لحد ما حصل على علامة الشامعة اللي حضراتكم شايفينها شايفين التشميع دي هي دي اللي انا عايزها هيبقى كده الصبون خلاص ده خلف مرحلة التصبون طيب هل ينفع نستخدم الكحول الاحمر الكحول الاحمر قولا واحدا لا يجوز لاستخدام الادمي ابدا احنا بنلمع بيه اخشاب او بنستخدمه في احنا نولع للسيبرتية الناس اللي بتحب القهوة انا بحبه اوش خالص في احنا ممكن نستخدم الكحول الصناعي في كده اللي هو عفوا الاحمر ولكن الكحول آآ الطبي هو اللي انا بعمل به الوصفات بتاعتي حدريك تقدر تجيبي كحول ابيض من شارع الجيش برضو اللي هو الصناعي طيب خلاص بعد الصبون ما دخل في مرحلة التصبون معايا تلاتة لتر من المية ومية عادية من الحنفية ومحتاجة احط فيها تلات معلق من السكر دول اختياري بس عشان ازود الرغم والصبون يبقى نعم على ايدي وكمان تلات معلق كبار من ملح الطعام الصبون تانا لو ركنته شوية هتبصت لقوه جيمد وبدأ ان هو يكتل معايا لكن انا مش محتاجة ان انا بزل المزيد من المجهود علشان كده اكتفيت باني خلاص اكت انه دخل في مرحلة التصبون وده بعلامة الشامعة اللي حضراتكم شفتوها اللي هو تيجي تنزله الصبون من على كده او المعلقة تبصت لقوه زي عامل زي علامة الشامعة كده لما بتسيح من اهم الحاجات اللي بتنجح الصبون علشان فيه ناس بتعمله ومش بينجح معاها ما تدلو ايش الحاجة مرة واحدة سواء بقى يعني الصبون دلوقتي احنا بننزل بيه على الميا بننزل بيه بالتدريج واحدة واحدة وهتبص تلاقي كل ما هتقلبي كل ما القواميات قال معانا كل ما هتقلبي كل ما القواميات قال معانا ميزة صبون الكحول انه بيديني كمية كبيرة جدا بينطف الملابس والموعين لان الكحول اللي في الاساس يعتبر مزيب بصوا ما شاء الله انا عايز اقول لكم ان المياه اللي انا استخدام تاني كانت مياه دافية يعني انا كنت محتارة طيب اوصله لمرحلة العجين يعني لو فضلت تقلبي حيبقى عمزة العجينة كده ولا اكتفي بان هو يخش في مرحلة التصبر وانزل بيه في المياه فعشان كده كنت مسخنة مياه تحسبا لان انا آآ يعني اوصل معالي الاخر ان هو يبقى عمزة العجينة البيضة كده فلما لقيته بقى دخل معي في مرحلة التصبر بصراحة كسلت بقى وقلت خلاص استخدمه هو كده كده خلاص اتصبر معي انا اخدت لتر تاني اضافي يبقى كده اربع لتر من المياه زي ما حدرتكم مش شايفين كل ما بيتقلبي كل ما بيهدى كل ما بيتقل معي نوركتينك لو سبتيه تاني يوم هتلاقيه تقل اكتر واكتر من كده طبعا القوام ما تحكميش عليه غير لما يعدي عليهم كامل تقدر بقت خفيفي او تتقلي براحتك ده كان لون احمر ليه لان انا كالنفسي الصابون يبقى لونه احمر وهنا هنبدأ مرحلة السحر يا جماعة ولا السحر ولاش عوازة حطينا لون احمر فبالتالي ما بقاش احمر وبقى بني وان اكتر لون بكراه في حياتي يا جماعة هو اللون البني فاكيد انا مش هسكت على كده ابدا نلعب بقى بالالوان لعبة ميرو اللي كلكم عارفينها وهنبدأ نقلب ونقلب لحد ما نشوف اللون هيديني ايه طبعا شكله كده هنا خلاص ريسيت على البني وانا لن اسمح بذلك ابدا في الصابون بتاعي فبالتالي قلت اكتر لون هيمشي مع البني هو اللون الدهبي يلا يا جماعة نحط لون دهبي ونخلي الصابون بتاعنا نحاسي وحقا كده شغل من الاخر يعني المهم فعلا حطيت لون دهبي واللون ده لون مايكا على فكرة هو اللون الاحمر اللي انا حطيته كان لون عادي ما كانش لون مايكا وكلين عارفين ان الالوان بتتأثر بسبب السودة الكوية هنا بقى بدأت احس ان انا الحمد لله لقيت حل المشكلة بتاعتي وكنت عارفة ان انا لما اركنه حيبقى شكله وهمي اه قلت اسيبه ساعتين ثلاثة كده واشوف بقى الدهبي مع البني عامل ازاي يا سلام كنت فرحانة قوي لان الدرجة الى حد ما مش وحشة طبعا الصابون فيه شفافية عالية جدا جدا وماشاء الله بيجي ننضف حلو وعايز اقول لكم شوية صغيرين جدا منه بيعملك رغوة عالية قوي ولكن للا امانة زي ما قلت لك فيه عبين في الصابون ده اول عيب زي مرزوكوا احتس الكحول والزيت بتبقى بينها تاني عيب تعالوا بقى موريكوا الكارسة علشان تبقوا عارفين انتو بتعملوا ايه بص يا جماعة الكارسة اللي انتو هتشوفوها دي البي اتش على اربعتاشر نبتهالي لو كان فيه درجة في الشريط بعد الاربعتاشر كان نط معي اكتر من كده يعني اعلى درجة ممكن تتخيلوها الناس اللي مش فهمة موضوع يعني معنى كده ان هو غير امن على البشرة تماما طيب بالذات البشرة الحساسة طيب انا بنزل بتاع السودة الكوية بتلت حاجات او نقول بربع حاجات اول حاجة يا ام هتحطي السلفونيك السلفونيك هي مادة شديدة الحمودة بنعادل بها السودة الكوية في المنتاجات التجاري طيب كتير ما عندهمش سلفونيك يبقى حنجيب انا هجرب لك كل الحاجات دلوقتي اللي موجودة عندي وعند حضرتك وفي كل بيت علشان الناس اللي بيها البي اتش ما عندكش سلفونيك يبقى حنجيب معلقة هرامية من بي كاربنات الصوديوم وهنبدأ ان احنا ننزل على الصبون لاحزوا معايا بقى السحل اللي هيحصل وهنبدأ ان احنا ننزل على الصبون خلوا بالكو بي كاربنات الصوديوم من الحاجات اللي مش بتدوب بسهولة في المية فمحتاجين ان احنا نقلبها تقليف كويس وهنا كان الصبون يديني لون احمر اللي انا كنت عايزاه بس احمر في دهبي بس يلا مش مشكلة حلو برضو مش وحش طيب حطينا شوية من السلفونيك وحطينا معلقة هرامية من بي كاربنات الصوديوم البي اتش نزل معانا شوية اهو كان الاول اربعتاشر دلوقتي بقى على عشرة برضو مش امن على البشرة احنا اه هنحط ملح لمون على فكرة يا جماعة احنا مش هنحط كل انا بديكي اختيارات ان الحاجة المتوفرة عندك تحطيها علشان تنزلي بيها البي اتش ايه هي الحاجات اللي بتنزلي البي اتش احنا مذكرينه شو طار وعارفين يا اما السلفونيك يا اما بي كاربنات الصوديوم يا اما ملح اللامون يا اما شوية خل ايه رأيكو بقى يا جماعة بصوا احنا بقول لكم عليه الله العظيم الصابون عمال يتلون قدين وانا في قمة الانبهار والانشكاح بسرعة بصوا عايز اقول لكم انهاية دي الدرجة اللي انا كنت عايز اوصل لها في بداية الفيديو خالص بس طبعا بسبب السودا الكوية كل ده بيحصل طبعا بتاعت السودا الكوية لما نزلت خلاص بدأ يباني اللون الطبيعي بتاع الصابون بصوا بقى يا جماعة لما حطنا ملح اللامون او بدأ ينزل معي هو وكده تقريبا على ما بين التمانية والتسعة او عندك بقى الحل الاخير ان احنا نحط شوية تخلي في الماء اللي هنخسل بها الصابون وعايز اقول لكم ان رغوته حلوة جدا جدا زي ما انتم شايفين انا حط هنا لتر مية لتر مية كامل ومع زيك هتلاقوا الرغوة بتاعته حلوة جدا بس ده برضو مش معناه ان هو ينفع تجاري الصابون ده اللي استخدمنا احنا في البيت ينفع نعمل اه بي المواعين نخسل بي المواعين الحواد ارتكو زيات شوية على الارضيات تمام ينطفها ولكن يا جماعة بالنسبة للتجاري لأ ما ينفعش الحل الاخير ان حضرتك تريكني الصابون ده عشر خمستاشر يوم وبعد كده تبقي تستخدميه يبقى اما سلفونك لو متوفري اما بيكاربنات السوديوم اما ملح اللاموني اما شوية تخلي في المية وبيكاربنات السوديوم ومالح اللامون مع الوقت بيخلوا الرغوة او الصابون اه يخف خلصت الفيديو بحبكم في اللا واشايفكم على خير